السلام عليكم اخواتي 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 في قناة بوابة ماما اليوم بسم الله على بركة الله اعجلكم ان شاء الله خبيزات العراضة ان شاء الله قمح كامل اذا كيف ترى هنا عندي قمح كامل اذا اعجلكم قمح كامل عندي معلقة خميرة حبيبات ان يريد خميرة الطريئة يمكن ان يديرها عندي هنا نصب معلقة الملحة وبالنسبة لبقائرة عندي عبرت زلافة جز ليف هنا يعني بزلافة باش عبرت عندي جز ليف ديال دقيق القمح الكامل ديال بتاركي ما قلت لكم نسبة للملحة جهدكم ان شاء الله بالمدى نحن نخلط نحن نخمير نولا بسم الله نحن كنعجنا تقديد خميرة تقديد خميرة نحن نجد خميرة نحن نخلط أبقائنا تقديد خمير اولا 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 ضرررر فأنا اشعرها لا تحتاج الى الوقت نضيف مخنب قليلا نضيف مجمب نضيف مكسر نضيف طعام نضيف مجمب تمتع يجب أن ندلقها و ندلقها لأن هذه الطريقة تقطع فيها لن تدلق شيء نتركها من سالي نتركها في حجمها و ندفطي نتركها ارتاح نتركها في حجم المخمر كما تشاهدون هناك وجدات لدي خمرات نتركها نتركها ثم نتركها 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 لين نقسمها قريسات أو قويرات صغيرة لكي تساعدوا نتركها 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 رخوة نضيفة نضيفة جذجة نضيفة جذجة نضيفة مساحة يقوم ببناء نضع هذه الكوائرات الى قطع يعطوني ثمية القطع هذا الخبز يمكنكم تحتفظ به في المجمد عندما تحتفظ به في المجمد تحتفظ به في المجمد الى حين موجود ضيوف ويمكنكم انكم تتعملوا حتى في الإفطار او تكون وجبة يكون عبارة عن وجبة يعني مرافق للاطفال يعني في القوتة ديالهم يعني في الكساندويتشات مع خوضة بسيطة ان شاء الله اذا هنا كيفما كتشوفوا وعندي بسيطة ججلان زريعة الكتان فوبوب نوارشمس يعني زريعة السوداء لدينا وعندي الخرطار كذلك مخالة ان شاء الله بسيطة ونضفط المعصر اللي هنا بشيخلين فيها وعلا عندي ججلان نون نصنقتك ندير ماء شوية تطقيق الماء ونضيف الماء ونضيف حاولت نضيف ماء لانه لا يوجد نزيله من الفق لانه بشيالسكليا وتبتليها مزيان وفي حالة انه مت بتشلكه مزيان سوف نضيف الماء فوق العجيب وفوق هذه المخبيزات سوف نضيف نضيف هذا المكان سوف نضيف 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 الماء الماء سوف نضيف الماء ونضيف هنا كمّلت قبيزاتي لدي نضيف نحاول نضيف غير ما كان الشي غال فش نوريكم لاش حصلت نايم يعني في اللاطا لدي خبيزات منظرهم ولا أرواح يرى في نسلوقت يعني كمية دي الخميرة اللي يدرت في نسلوقت انا كان كان قربوس هو مكي خمروا يعني بو حد السرعة لدي خبرهم مجرد مجرد جدا نضيف افق فش ونضيف لديه مجرد 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 لديه مجرد لديه مجرد مجرد نضيف كمية اللي بغي خليهم هاكة. ممكن لانه يخليهم. نعنك رسمي شوية. ممكن لانه يخليهم. ممكن لانه يخليهم. كما تشوفون رايساتها موجودة عندي كما تشوفون رشيت 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 اللاطة إذا ما أبقى لي غن نخليهم شوية خمسة دقائق بينما يجعل الفران اللي يريد أن يقرسون كثير من هكيم اللي يقرسون من نسبة اللي ما بغاش يمكن يخليهم هكا فقط وليخليهم هكا كضيرين لا مشكلة لان انتم ما كتشوفوا الخبز عندي غلغة مضطة وصافي هنشعر علي ان شاء الله الفران ويكون وجد بإذن الله أخواتي إخوان انتم ما كتشوفوا الخبز هذا هو وجدتنا حق يجي رائع بالنسبة اللي بغي يدروا صغير يدروا صغير وملاحظة بالنسبة اللاطة أنا كانت عندي صغيرة بالتالي يمكن لكم تدروا اللاطة كبيرة اللي أنا عندي غلغة صغيرة تدروا اللاطة كبيرة هنتم ما كتشوفوا الشكل دياله هرا كي يجي بديد وثويد من الداخل كذلك هنتم كي يجي مخرج وزوين حقيقة ديال الضيافة وبهد زرارة هذا يجو حقه رائعي نسبة ديال الزرع تان ديال كذلك الخرطة حقيقة ركي يجي رائع وзаخرى ونعمل هم يعني أنت تختاروا!! الخبز اللي بغيتو لما بيتو وحبيتو حونه الوطف الحجم بغيتو وفي الصغير وكبير كاتم يمكن لكم بغيتو وفي صغير إن حققتا رائعا رائعا كتشوفوا طللة الخمورية دياله وخام ملجاة فبش ورطب إذا تتمنى انه يرقب إعجابكم وتجربوا يمكنكم تضيفه بكمية كبيرة وتخزنوه في المجمد وقتا ما جاء لديكم الضياف عن الغفلات يمكنكم تخزنوه في الفران عادي اذا لا تنسونيش باللايكات وكذلك تتابونا ومعي وتشاركو معي في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وبارتجبوا هدى الوصفات معان الاحباب والاصدقاء ونشوفكم على خير وإلى اللقاء